إذا احنا قلنا عندنا علم الأحياء أو علم الكمية ربما نجد العديد من المدرسين كل واحد بيشرح المنهج بإسلوب لكن المنهج واحد المنهج اللي بيتم تدريسه في السنوية العامة هو واحد لكن سيادتك فيه أسادزة كتير بتشرح هذا المنهج وتجد طالب يقول أنا بستريح في الأستاذ الفلاني بستوعب منه وهو بيستوعبني وبالتالي من هنا قالوا لكل شيخ طريقة لكن ده مش معنى أن هناك اختلاف في المنهج الأساسي الكل يدعو إلى الواحد الأحد الكل يفسر كتاب الله الكل يعمل في تفسير أحاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الأصل واحد ولكن المشايخ تختلف في توصيل المنهج وفي تربية الأبناء وفي تربية المردين وكل واحد بيشوف تجربة معينة تجربة معينة في العبادة الاختلاف هنا اختلاف التجربة الشخصية لأن الشيخ ذهب في طريق المولى سبحانه وتعالى وجاء بخبرته حتى يقتقي بهم ويصل بهم إلى المعية أن يكون العبد في معية الله سبحانه وتعالى في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته في اليقظة وفي المنام لأنه أصبح في معية الله يراكب نفسه في كل وقت من الأوقات